هذا بالنسبة لنهار الغد بالنسبة للأيام القليلة القادمة إذن يوم الجمعة سحب كثيفة ستنتشر على المناطق الغربية وحتى الوسطى مرفوقة ببعض الأمطار المتفرقة هذا على المدن السحلية بالسواحل والمرتفعات الداخلية نشاط رعدي بمنطقة الوحات وحتى بصحراء الوسطى درجات الحرارة وقصوى لنتتعدى 30 بشمال الوطن 32 درجة بشمال الصحراء 42 درجة بأقصى الجلو يوم السبت بحول سحب كثيفة دائما تبقى منتشرة بنسبة للمدن السحلية نشاط رعدي على المرتفعات الداخلية الوسطى والشرقية مع هبوب رياح قوية نسبيا فيما يخص المرتفعات الداخلية الغربية بجنوب الجزائري استقرار تام للوضعية الجوية حتى درجات الحرارة القصوى تبقى مستقرة بالشمال وبالجنوب بداية الأسبوع القادم بحول الأسنة شادثا تساقط لبعض الأمطار دائما ستكون من حين إلى آخر هذا على المناطق الغربية والوسطى نشاط رعدي على المرتفعات الداخلية الشرقية هذه الأمطار ستمتد إلى شمال الصحراء لكن الأجواء مشبسة تماما بالمناطق التي تقع بالجنوب الشرقي للوطن بصحراء الوسطى أقصى الجنوب الجزائري درجات الحرارة القصوى ستشهد نوعا ما انخفاض ضد المقاييس ببين 24 إلى 28 درجة بالمدن السحلية 30 على المناطق الداخلية 30 بشمال الصحراء و42 درجة بأقصى الجنوب